اهلا بكم الى مجز اخباري الان اعلن مسؤولان عسكريان امريكيان في التحالف الدولي ضد الارهاب ان المعركة الحاسمة في العراق ضد تنظيم داعش ستكون على الحدود مع سوريا وقال نائب القائد العام للتحالف الدولي ان نحو 2000 مقاتل من التنظيم لا يزالون في هذه المناطق قالت مصادر في اعلام النظام ان النظام السوري وحلفائه طوقوا تنظيم داعش في مدينة الميادين بجنوب شرق دير الزور شرق سوريا والميادين هي احد اخر معاقل داعش مع تقاقر التنظيم للاراضي الخصبة بمحافظة دير الزور في وادي الفورات اعلنت الداخلية المصرية ان قوات الامن في البلاد القتل قبض على 14 شخصا من جماعة حسن التي تعتبرها القاهرة ارهابية وقالت الوزارة في بيان صدر عنها بهذا الصدد ان المضبوطين خططوا لتنفيذ عمليات ارهابية توافقا مع تكليفات قيادتهم بالخارج تمكنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية اليمنية من السيطرة على مواقع جديدة كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح في محافظة تعز وبحسب المصادر فقد خلفت المعارق قتلى وجرحة في صفوف الميليشيات دون تحديد حصيلتهم دفع الرئيس الايراني حسن روحاني عن الاتفاق النووي الذي ابرمته بلاده مع قوى غربية قائلا ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب لا يستطيع ان يقوضه ونقلت وسائل اعلام رسمية عن روحاني قوله انه في المفاوضات النووية والاتفاق توصلت ايران لقضايا ومكاسب لا يمكن الرجوع عنها اعلن رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي انه لا يستبعد تعليق العمل بالحكم الذاتي في كتالونيا اذا لم يتراجع قادة هذا الاقليم عن تهديداتهم باعلان الاستقلال عن اسبانيا واكد على انه يرغب بان تصحب كتالونيا تهديداتها باعلان الاستقلال سريعا اشتدت قوة العاصفة نيت واصبحت اعصارا من الدرجة الاولى حيث اشتحى الاعصار منتجعة ساحلية مكسيكية مواصلا تقدمه نحو الاراضي الامريكية المطلة على خليج مكسيك واكد مركز الاعصير الامريكي في بيان بان سرعة الرياح المرافقة لنيت بلغت 136 كم في الساعة حدر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيال لوندمير من زيادة انتشار الطاعون الرئوي الذي تم اكتشافه في عدة مدن في مدى غشقر منذ شهر اغسطس الماضي الى ذلك قالت وزارة الصحة في مدى غشقر ان ما لا يقل عن 36 شخصا توف جراء الاصابة بمرض الطاعون مشيرة الى ان اكثر من نصف الحالات كانت في مناطق مكتبة بالسكان نهاية المجاز الى لقاء نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر اشتراك او سبسكرايب او ان اعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم ولا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك